اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالتالي انطلقنا مستشعرين اثر الطاعات التي كنا نؤديها من الصيام والقيام والصحور والتهجد من قبله وقراءة القرآن والحرص على السنة والدعاء والذكر والتضرع والبدل والنفقة هذه الطاعات مجتمعة طبعا منها المفروض ومنها المسنون من اعظم اثرها انها تطوع المؤمن لربه فيكون سامع ومطيع واستسرم وخاضع ومنقاد مؤديا لدوره على اكمل وجه فانظر في نفسك اخي الحبيب وتأمل اين انت هل ثم التغير تقدم رقي حدث ام العكس ادعو الله تبارك تعالى ان تكونوا ممن ارتقب برمضان ومع رمضان اللهم امين اللهم تقبل منا رمضان جميعا يعني قبل ان نشرع في درسنا الليلة في منهج القصدين كما تعودنا يعني هذا الحادث الذي المنا جميعا الاعتداء على ابنائنا من الضباط ومن الجنود في سيناء بهذه الصورة الوحشية التي لا يخفى على قرأ جيد ومتابع جيد وطلب علم مميز ان لها دوافع لا تخلو اما ان يكون من فعل ذلك جاهل وجاهل جاهل مركب ومن يكون حاقد حاسد يريد ان ينتقم يريد ان يحدث الفوضى والانهيار واما مأجور عميل يعني ينفذ مخططات لأعداء هذا البلد بل لأعداء الأمة لأن هذا البلد حصن حصين لهذه الأمة كما تعلمون يعني وانو اختلفنا في بعض الأمور لكن هذه حقيقة لابد ان تكون واضحة ومن أجل ذلك يعني نحن لا نقول نجل وندين ونستنكر وفقط نقول هذا ارهاب وهذا تطرف لكن ليس اسلامي فالاسلام بريء من مثل هذه التصرفات وهذه الاعتداءات التي لا يقرها بحال من الأحوال وإن شئتم لو قلنا مثلا من فعل ذلك من منطلقات يعني الجهل والروس الجهال الذين يدفعونهم بعواطف وبحماسات فارغة لا تعرف طريقا للتأصيل ولا للتنظير ولا لمعرفة الأحكام الشرعية لم نخطئ فبالله عليكم قولوا لي لو كان هؤلاء فعلا ينتسوه للإسلام أما سمعوا حديث الإسلام عن حرمة الدماء المعصومة أما قرأوا عن كلام الإسلام قرآن وسنة عن حرمة الدماء المعصومة على الجملة أي أن كانت لذمي لمعاهد لمستأمن لسفير لسائح فضلا تكون دماء لمسلم يقوم بحرصة مثلا مرفق كهذا المرفق الذي قتل فيه هؤلاء الأبناء الذين ندعو العجل أن يتقمدهم في الشهداء وأن ينزل على أهليهم الصبر والسلوان والرضى بغضاء الله وقدره فنقول هؤلاء ما سمعوا مثلا القرآن ويتكلم عن بني إسرائيل والجر على الدماء التي كانت كما في قوله تعالى وكذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني جرم عظيم جدا جدا أي نفس القرآن هنا لم يبين أي نفس يحرم الاعتداء عليه وحينما أثنى تبارك تعالى على المؤمنين قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أيه الحق هو الحكم الشرعي واللي في ضوابط شرعية لتنفيذه الحاكم أو من ينوب عن الحاكم حتى لا تكون الفوضى والهامجية والاندفاع والاستهتار بالدماء ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الدماء على الجملة بدون تفصيل هنا وسنفصل لنبين أن هؤلاء جهل حقيقة جهل مركب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه يعني في عافية وسلامة ما لم يصد دما حراما أول ما يقرب على دم وحرم عليه هو مش في فسحة من دينه دف ورطة ابن عمر يقول رضي الله عنه من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أدخل نفسه فيها سلك الدم المحرم بغير حق وارطب جد يا جماعة والله نحن يعني والله من ببل الإنصاف والوفاء ندعو لمشايخنا الذين علمونا هذا المنهج السلفي النقي الصافي الذي يوقر الدماء وفصل وبين حرمة الدماء المعصومة أما لو كان دم لغير مسلم تحديدا أيضا لا يجوز إلا بالحق ولذلك الحديث من قتل معاهدا واحد كتابي والحاكم أو أي مسلم أو مستأمن أو أجير من أي مسلم لو كان أقل مسلم فينا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة هلا يوجد من مسيرة أربعين سنة ريحتها توجد من مدة أربعين سنة تشم ده محروم منها إنه قتل واحد معاهد يهودي نصراني من هو معاهد وعطي الأمان تخيل أمر في منتهى الخطورة والله طيب لو قتل نفس مسلمة أولادنا للجنود والذبات دول أنا أعرف ناس كتير حفظين ومعهم قراءات ومتقنين هم أولادنا وإخواتنا وجراننا وش كده وش تتعرف فيهم ناس على الجملة يعني يقتلون بهذه الطريقة البشعة التي باتة دول إلا على يأما جاء المركب يأما حقد وحسد يأما إنسان مأجور دنيا عمد بصيرته والعاذ بالله تعالى وإلا فكيف يفعل ذلك من يقرأ في كتاب الله عز وجل ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اسمع خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما تخيل هذا قرآن ولا يشهد الذي قلتنا قرآن يبلل قيام الساعة أين هؤلاء من كتاب الله عز وجل تأولات الفسدة وعلماء السوء والجهان الذين يوجهون هؤلاء من الصرديب أمر في منتهى الخطورة والله العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا سمع هؤلاء هذا الحديث الصحيح لزوال الدنيا بما فيها وعليها لزوال الدنيا أهوى على الله تبارك وتعالى من قتل مريء مسلم واحد بغير حق الدنيا بحالها تضيع تروح ولا يقتل مسلم بغير حق يا الله بعض الأثار حسن بعض أهل العلم يقول انصح الرفع لو أن أهل السماوات والأرض هم مين في السماوات والأرض كده على بعضهم يعني مين فيهم ملائكة وإنس وجن مش كده لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مسلم لأكبهم المولى تبارك وتعالى في النار يعني ولا يبالي لو اجتمعوا كلهم وخططوا ودبروا مع بعض كلهم يحطوهم في النار لشيء مسلم واحد بغير حق يا الله والله يا جماعة لا حدفوه تخيل وقال لكي ينسى الدالي الإسلام لا الإسلام بريء من مثل هذه التصرفات تماما تماما الحديث في الباب كثيرة جدا جدا أين هؤلاء من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء الدماء يعني آه قبل أي حاجة تعالي تحاسب على الدم الدم اللي انت سفكته بالظلم بدون وجه حق أول حاجة تحاسب عليه هو في الأثر يوقف ويرفع يأتي المقتول يوم القيامة يمسك أو يرفع رأسه على كفه شيرس كده تشغو تشغو أو دهجه دما شرايين وتنزل دمك إنه رسمه تدل وقت ويمسك بقاتله من تلابيبه مسك من هنا يجره من ورائه حتى يقف به بين يدي المولى عز وجل يوريب يا رب سل هذا فيما قتلني أتل لي وفي الواقع سل هذا لما قتلني أتل لي لي برضه شب من أبناء لزيق وكد راح يؤدي الخدمة اللي عليه وفي حال سبيله ودام بكل سهولة كده يقرر أن يقتله بدون وجه حق لا حول ولا قوتل والله يا إخواني يعني الله المستعان حسبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعض هؤلاء يسمعنا بصورة أولي أخرى كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجل مات مشركا ومن ثاني أو قتل مسلما بغير حق حديث كتيرا في الباب أنا مش عايز أطول فيها لأنه مش يعني مش جاي أفصل في الموضوع لكن أنا عايز أقول لكم أشكروا ربنا ويحمدوا أن أنتم على منهج سوي منهج معتدل منهج مبارك لديكم مشايخ أفاضل أجل لا يوقرون ويعظمون الدماء ويؤصلون وينظرون بالرد على مثال هؤلاء جهال أما إن كان من الحاقدين والحاسدين على هذا البلد كي يضيع الأمن والأمان وتحل الفوضى والدمار أو لحسابات أخرى لتفتيت هذا البلد نقول لهؤلاء موتوا بغيركم لن تنالوا خيرا ندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر بحفظه وسير بلاد المسلمين ونتغمد هؤلاء الشباب برحمته نجعلهم من الشهداء وهنيئا لهم ولأهليهم فالشهيد عند ربه ست خسار تحفظونها من الحديث ويغفر الواحد منهم مع أول قتلة دم يجر من الفزع الأكبر يولبستاج الكرامة يشفع في سبعين من أهله يزوج بسبعين من الحر العين هنيئا لهم هم أما من ظلمهم فأمره إلى الله تبارك تعالى فأردنا أن ننبه على هذا الحادث المؤلم وعلى الشباب أن يهتم بهذه القضية وأن ينشر هذا الكلام وأن يبين للناس هذا منهجنا ولذلك والله صيحة من هذا المكان لعلها تصل للمسؤولين يعني لمن يقومون على المساجد والدعوة لله عز وجل الإفسع والمجال للشباب الوسط المعتدم يجوب الأرض يتكلم في حرمة الدماء وخطورة التكفير بغير مكفر وبيان هذه المسائل لأن تجيل الناس وتشتيف المنابع بهذه الصورة قد يكون خطر على الجميع على الأخضر واليالس اللهم أحفظ مصرنا بحفظك يا رب العالمين نعود إلى منهاج القصدين كنا قد انتهينا من كتاب العلم واليوم نرجع للمؤلف المصنف عليه رحمة الله يقول كتاب الطهارة أسرارها والصلاة وما يتعلق بها قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب أبل ما نبدأ هذا التقسيم الإمام عليه رحمة الله زي ما قلت لكم في الأول وكل شوي هو بيأكل عن معنى ذا وحيذكره برضو في درس الليلة أنه لم يعتني بتحليل المساء الفقهية والبسط في ذلك فهذا نظنه في كتب الفقه المعتمدة لكن هذا كتاب تربوي كتاب تربوي من الطرز الأول فهو يقف عند معاني معينة ويدندن حولها لنستفيد لكن كتاب الطهارة الذي سنشرح في البلاد فيه اليوم إن شاء الله تبارك تعالى طبعا له تفصيلات كثيرة جدا لو قلنا مثلا في كتب الفقه أي كتاب طهارة تحت هذا العنوان كتاب الطهارة حتى تلاقي أبواب كتيرة جدا يعني زي مثلا باب المياه وأقسم المياه والحديث فيها مفصل باب الآنية التي تستعمل في حفظ المياه أحكام قضاء الحاجة كيف تدخل وكيف تقضي الحاجة وكيف تتطهر وكيف تخرج إزالة النجاسة ونجاسات عموما كيف تزال النجاسة من البدن من الثوب من المكان قضية طويلة جدا سنة الفطرة موجودة في باب الطهارة تجد هذا الباب واسع باب الوضوء باب المسح على الخفين نواقض الوضوء تجد هذا باب فيه تفصيلات جميلة جدا باب الغسل أنواعه أحكامه وما شبه ذلك وكيفيته باب التيم متى يكون وكيفه بما الحيض والنفاس هذه كلها أبواب تحت كتاب الطهارة أنا عايز أخترح اختراحها بلما نبدأ طبعا إحنا زي ما اتفقنا كتاب مش كتاب فقه هناخد بعض المسائل بس هنوفى عندها لكن مراجعة المسائل فقهيا أو الزام لي يجوا عشان نتعلم بها مع بعض هترجع لأي كتاب فقه وتطلع كتاب الطهارة وتأخذ الأبواب اللي أنا ذكرتها دي تقرأها كده وحاول تحفظها وتستوعبها وننتقل لغيرها يعني لنجمع بين المصالح بإذنه تبارك وتعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب الأولى تطهير الظاهر من الأحداث اللي هي الحدث الأكبر والأصغر يعني والأنجاس جمع نجاسة طبعا أنواعه ومسائل حتى تلاقيه باب النجاسات في الفقه والفضلات وهي لها نواع فضلات كثيرة وكيف تزل الله يركز هو على بعض منها من باب بين بعض المعاني وعلى الجملة الأحداث والأنجاس والفضلات في البدن والثوب والمكان مبسوطة كما قلنا في كتب الفقه يقول والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام اللي هي البصر والسمع واللسان والإيد والبطن والفرج والقدم تطهير الجوارح من الذنوب والأثام بمعنى يعني بكفها عن محارم الله عز وجل بدفعها للتوبة الصديقة والنصوح بتركها لمحرم عليها والإزعان لما أمرت به تجنبا للأثار الوخيمة لذنوب المعاصي لأن الإنسان إن لم يتطهر في جوارح منها كان الأثر وخيم عليه وهي واجبة يقول والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة طهارة عجيبة جدا وهذا فقه للشيخ علي رحمة الله كلام في الحقيقة مهم جدا أن نقف عنده ونتأمل فيه كما سيأتينا تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة زي النفاق والكبر والحسد والرياء السمعة والعجب الغرور تي أمراض لو حلت في القلب ده عايزي الطهر زي ما الطهر هناك إن النجاسة يعني في البداية الثوب والمكان والبدن برضو الألبة لازم يطهر من هذه الأمراض النجسة المدمرة الفتاكة بالقلب نعم كحب الدنيا إلى غيره نعم يقول والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى وهذا هو الغاية القصوى أروحها تطهير السر عارفيني وإن كان قد يحمل على تطهير القلب مش كده لكن هو حدد وخصص تطهير السر تطهير النية المقصد الإرادة الإخلاص إن يكون خالص لله في الشوائد مفيش وتعلقات تانية مفيش أي حاجة تدفعك للفعل أو للترك إلا لله تبارك تعالى ده خليك يعني تجمع الظهر والباطن بكل يتك على الله تبارك تعالى ليكون الأخلاص بمفهوم الصحيح كامل جامل بهذن الله تبارك تعالى فهذه لطيفة من الإمام عليه رحمة الله نعم يقول يقول فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب مجتمعا أنا أضيف هذه الكلمة يعني لو فعلا إحنا كده فهمنا نوع الظهر الأربع وعملنا بها مجتمعا لا شك هذا سيكون سبب لسمونا وعلونا ومثاليتنا ماذا؟ وإلا هو يقول ومن عميت بصيرته لم يفهم من المراتب الظاهرة إلا المرتبة الأولى اللي طهر من الأحداث والأنجاز والفضلات الظاهرة ماشي نعم ظنا إلا فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط وجهلا بسير المتقدمين الذين يستغرقون الزمان في تطهير القلوب بس خلي بالك من حتة دي ويتساهلون في أمر الظاهر مش تساهل مخل لا عدم استغراق حتى لا يعني يكون هو الغالب وهو المسيطر يعني واحد يهتم بطهارة مثلا بدنه أو الثوب أو المكان ماشي ويبالغ في ذلك لدرجة أنه يمكن يكون عنده وسوس يتوضى مرة واثنين وثلاثة ويغسل مرة واثنين وثلاثة وعشرة في ناس كده في ناس عندها مرة بسوس القاهرة ماشي ويغفل المسكين ويغفل المسكين عن باقي الأقسام التي ذكرها الشيخ سواء طهارة الجوارح أو طهارة القلب أو يعني الطهارة التي هي السر عن مسؤول الله تعالى التي هي الإخلاص نعم لكن نحن نقول كلاهما واجب هذا واجب وهذا واجب وبحسبه لكن السلف كان لهم اهتمام بطهارة الباطن مع لا أقول تساهل بالمفهوم العام المشهور أنه في تفريط لا يعني عدم تركيز أو استغراق في طهارة الظاهر على حساب الباطن عشان كده نقدر نجيبها صح وأضرب هنا مثال يقول كما رويا عن عمر رضي الله عنه الخطاب أنه توضى من جرة نصرانية امرأة نصرانية معها جرة استأذن منها وتوضى بصرته توضعه فيش تكلفه لا هذه أصل كفرة وكذا شوف البساطة بساطة نعم يقول وكانوا أي السلف لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم عالفين دي يعني كادوا مش مطلقا مش عن طول يعني كان بعضهم لا يهتم بغسل يده من أكل اللحمة مثلا أو الزفر مثلا ماجي بساطة الأمر بسيط مع أن هذا ليس ضد النظافة والتنظيف قصة تانية خالص بس هو عايز يدلل أنهم عندهم بساطة ليل انشغلهم بظهرة الباطن أكثر وهميد ذلك هذا مهم جدا جدا نعم قالوا يصلون على الأرض برضو بساطة وتواطع حاجة جميلة جدا بيصلوا على الأرض عادي بدون أي فرش ويمشون حفاتا برضو أحده لزاي يعني يمشي حفي كانوا يفعلون ذلك أحيانا إمعانا في التواضع البساطة كان بعضهم لديه ما يجتري به أحسن النعال مثلا لكن يمشي حافيا بعض الأوقات أو أحيانا إمعانا في التواضع البساطة وتذكير النفس حتى لا تترك إلى مثل هذه الأمور نعم وقالوا يقتصرون في الاستجمار على الأحجار يعني كان زمان قلة المياه كانوا يستجمرون بالأحجار ماشي البعض يستجمر بالحجر ثم يبدأ يوسوس فلابد أن يغسل طيب لو أنت على صفر أو المياه لا تكفي للطعام والشراب مثلا خلاص يكفيك الاستجمار بالأحجار أنه يستجمر بحجار والصحابة فعل ذلك الأمر بسيط يعني يعني مراد الإمام هنا جزا الله وخيرا أنه كان في بساطة في الطهارة الظاهر مع حفظ الواجب منها ما يجي القدر اللازم منها محفوظ لكن البساطة عدم التكلف عدم الاستغراق نعم هو بيتعجب يقول ولو رأوه مقتصرا أمثال هؤلاء اللي يتكلفون ولو رأوه مقتصرا في الاستجمار على الحجر أو حفين يمشي على الأرض أو من يصلي عليها من غير حائل غير مثلا فرشة أو متوضع من آنية عجوز كما مر عن عمر لأنكروا عليه أشد الإنكار ولقابوه بالقذر واستنكفوا عن مؤاكلته يعني هو يقول أن في ناس متكلفة فعلا فعلا لكن أولئك فعلوا ذلك لماذا لمعانهم في طهارة الباطل مع أنهم كانوا يعني على قمة النظافة وطهارة كما سيأتينا وهم يفرقون بين من صنع ذلك تواضعا وبين من تكلف في ذلك فدخله الكبر أو الغرور أو العجب نفسه نعم يقول فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قذارة والرعونة نظافة وصيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا يعني 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 بلونهما عكسوا الفهم الصحيح لهذه القضية لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير لصرف فيه يعني أصل الدين دهو الأصل والاقتصار على أداء المطلوب هو الواجب فليس ذلك بمنكر بل هو فعل حسن وليرجع في معرفة الأنجاز والأحداث إلى كتب الفقه فإن المقصود من هذا الكتاب زي ما أرخي لكم بذري الأداب أنا أريد أن نقف مع حديث البذاذة من الإيمان التواضع والبساطة في المنبس وفي الهيئة خلق رائع جدا جدا ولا تعرض مع حب الجمال والتنظيف قوله البذاذة من الإيمان هل زيادة تكتب ليست في الكتاب هذا حديث أبي أمام الأنصاري رضي الله عنه وفيه يقول ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا يبدو أنهم ذكروا في حديث عن الثياب وعن الثياب الثمينة التي تستورد مثلا من بر رأس بنوله دلوقت يعني بلغة القوم مركات يعني فذكروا هذا عنده هو بين أيديهم لأنه السلام أحد يسمع يقول فقال صلى الله عليه وسلم ألا 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 تسمعون دي طريقة العسل في لفت الأنظار عشان كله يركز ويشوف النبي عزيه ليه ألا تسمعون ألا تسمعون يعني يلي وراء أنت يلي مشغول يلي جنبك يلي بتكلم يلي لا ركز معنا في حديث مهم ألا تسمعون ألا تسمعون البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان هذا حديث رواه داود وحسن الشيخ الألباني في شرح الحديث نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا عن اللباس الرفيع السمين أراد أن يلفت أنظارهم رضي الله عنهم بالتكرار ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إلى آخر الحديث فهذا للفت أنظارهم لأمر مهم وفيه دعوة للتواضع مع القدرة على الأثمن والأغلى والأحسن يعني يعني بإمكانك أن تشتري أثمن الملابس مش هنقول لك حرام بس لو تركت تواضع لله عز وجل فهذا أعظم لك وهذا فيه تربية لنفسك وهذا فيه تهذيب لنفسك خليك الحاجة الوسط مش المبالغ فيها يعني مثلا ممكن تلاقي واحد يقول لك فيه بنطلون مثلا بمئة جنيات دي الغرب وفيه بنطلون بتلت أربعة ألف جني مش هنقول لك هنقول لك حرام لو جبته بس هنقول لك لو خدت المتوسط أو خدت الأقل تواضعا مع القدر على الأثمن فلا شك هذا من البذاذة البساطة التواضع هكذا يريد النبي عليه صلى الله عليه صلى الله نعم وفي الحديث وصحا الشيخ الألبني من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل اسمع الحتة لباء موضى الأثر دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من حلل الإيمان يلبس من أيها شاء شفت به المقابل أنت تستطيع أن تشتري الأثمن والأغلى الحديث يقول لك خلي بالك لو أنت تركت بمقصد حسن بنية وإخلاص النعز وجل ذلك تواضعا ولبست العادي البسيط المتوسط بهذه النية أن تنال هذا الأثر تنادى على رؤوس الخلائق يوم القيامة وتخير من حلل الإيمان أيها تشاء فتلبس شوء علي بس تخيل الأثر معاني في الحقيقة إيمانية راغية جدا جدا ونقول ولا تعارض بين الدعوة إلى التواضع والاهتمام بالنظافة وحسن المظهر فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الحسن إن الله يحب أن يرى أثر لعمته على عبده مش مشكلة سأل اللي يتاجر مع ربنا وعاوز يتدخر ويحوش هذا أفضل له لكن لو فعل الثانية لحرج لما سئل صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وإن ذلك ليس من الكبر صحاح الشيخ الألبني عليه رحمة الله ونعل المقصد يا أخواني في هذا الباب هو الحضر من العجب والكبر والترفع عن الناس الذي قد يشغل الإنسان ويدخل لنفسه الترفع العلو عن الناس واحتقار ما هم عليه من حال الإنسان شفاف وبسيط ومدني بطبعه ويتأثر بالآخرين ولا شك أن البطن يتأثر كما أن الظهر يتأثر فهو بيقول أن النباس الغالي أو يعني لو قيته مثلا واحد لابس حلة وثوب أو حاجات الثمينة بالأرقام الخليلية بتسمحها وقاعد فيه نفسه نفسه غلابا هيحس من جواء كده أنه يعني حاجة تانية ممكن يدخله الغرور يدخله العجب يدخله مثلا الاستعلاع على الناس الترفع بخيف على الثياب يعني تحس لكن لو كان بسيط ومتواضع يعني حتى لو حصل حاجة كده ولكن عادي أمر بسيط لكن الأشياء الثمينة قد تدخل لنفس بعض هذه الأمراض الفتاكة نعم قال المصنف رحمه الله وأما إزالة الفضلات فهي نوعان وأما إزالة الفضلات فهي نوعان طبعا أعزكم تركزوا صراحة طريقة بديعة جدا جدا في الطرح الفضلات دي أنواع وأنواع كتير جدا جدا زي ما هنذكر كلام الشيخ بس فيها نطائف تربوية مدى حرص الشريع على النظافة وعلى معنى جميل دايما بتسمعوه بس مش ماخدين بلا منه خير من العلاج تلاقي اهتمام عجيب بمخارج ومداخل عندك بطريقة فعلا طلفت النظر شريعة حريصة على سلامة أبنائها يقول أما إزالة الفضلات فهي نوعان الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس وسخ اللي بيكي في الرأس إن الوسخ والدرن اللي هو بترتب على العرق والغبار وما شمع ذلك فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل والتدهين الترجيل اللي هو تسريع نعم لإزالة الشعث الشعث الإنسان الأشعث الأغبر هو هائج الشعر الذي لا يغسل ولا يرجل ولا يده ما يجيه مع الأسل بيض موضة رأيكم صح ولا أنا ولا مش متابعة موضة الشباب كنه عمل شعر وهيج عمل زي المنظر شكله زي الشيطان كده الحاجة مش ممكن والناس يتنفسون عشان طلعوها بره ومشت موضة زي ما نبطلوها بره وشوفوا حاج غيرها وهو لسه ركبة هنا هي هي بس ليش غير يعني أنت كالإمع تنقاد وراء هؤلاء الغير مسلمين المحاربين والحاقدين والحسنين على الإسلام إذا أظهروا لك يعني موضة تكلفت مال وجهد ووقت عشان تعملها بقول لك دي لحلقين مخصوصين ويأخذوا الشيء الفلاني وبالحكس بالتلفون ينهر بياط الله المستحف يقول وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته حاجة عجيبة جدا الشريعة ما شاء الله لقوة تلك الله قال ويستحب التسوك والمضمضة لإزالة معنى الأسنان واللسان من القلح الاسفرار وكذلك وسخ البراجب إيه البراجب يا شباب أهي بص أهي أيوة بص حضرتك لو عملت ده كده هتلاقي فيه كرميش كده عند المفاصل ماشي دي ممكن الوسخ يلتسق بها فهو أنت بتتوضب بتعملها كده كده ونفس النظام في التانية كده بتنظفها عشان يبقاش في أي بقايا ظهارة وقايا لك أنت أنت الرابح الأول نعم يقول يستحب التسوك والمضمضة لزالة ما على الأسنان واللسان من القلح الاسفرار وكذلك وسخ البراجب والدرن الذي يجتمع في جميع البدن برشع العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الغسل طبعا أنا أخذ كده حاجة جميلة بس سنة من باب أنها سنة جميلة وأنا شايف أنه فيه تفريد عند كثير من أخواننا فيه السوك لو لتلك إحنا مقصرين فعلا مقصرين السوك ده سنة مؤكدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستكفي مواطن كثيرة إذا دخل البيت وإذا خرج من البيت وإذا توضع إذا أقيمت الصلاة وإذا قرأ القرآن يا الله كل ده كل ده وكان يقول السوك مرضى للرب مطهرة للفن أو مطهرة للفن مرضى للرب الرواية وماته ويستك عليه الصلاة والسلام لما كان على حجرة عيشة من اللي دخل أخوها عبد الرحمن مش كده وفي يدي السوك جديد لسه بيزبطه سوك طري فنظر إليه كانت عيشة رضي الله عنها تفهم النبي صلى الله نظراته فلما نظر اللي عبد الرحمن ومعه السوك قالت أتحب أن تستك فأومأ لها النعم فأخذته منه وسهكته هي يا الله أنا أسألك سؤال في حد فينا يحافظ عمليا السنة لما يخش البيت يستك لما يتوضي يستك لما تصف الصفوف للصلاة يستك لما يقرأ في المصحف يستك لما يقرأ في المصحف هل يستك طيب اسمع الحديث الحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أفواهكم طرق للقرآن بعد منها فطيروها فطيروها بالسواك صحيح الشيخ الألباني قبل ما تبدأ في القراءة طلع سواكك وتستك وفي رواية تاني يقول إذا قام العبد يقرأ القرآن قام به الملك حتى يجعل فاه على فيه فما تخرج آية من فيه القارئ يعني إلا على فيه الملك في زيادة فطهروا أفواهكم تسواك لانت قدامك ملك كريم متمتع بقراءتك وبيدعي لك وبيستغفر لك طيب عند الصلاة المحد بيستغرب أخوه كتير جدا وعند طيب يمكن يكونوا استعملوا عنده الوضوء ماشي مرة حكال الشيخ سعيد ربنا شفيه الشيخ سعيد السواحي بول كنت في المسجد و جالي واحد شكله عامي لسه جديد كده يعني مقبل يعني فقال أنا شفت شكله في الصف قبل ما كان بيرسل صفوف الراجل عمالي يبص كده في الصف من أوله كده وبص على صف كده من أوله وبصت مبنغة يعني عايز يجيب أخر الصف كده عايز يجيب أخر الصف كده فتسوية تسوية الصفوف من شأن الإيمان منهم بعد الصلاة بيقول في وجوتي بيه راح دخل علي وقال له أنا زعلان جدا إيه اللي بيعملو الأخوة دول قال له في إيه خير قال لأ أنا جيت من برة نهارتا لاتنين مش كده قال له آه قال له مش للسنة صيام لاتنين قال له آه طبعا قال دخلت الميضة عشان أتوضى لقيت الأخوة عاملين طبورة على الكردير شربوا مية بتالله وأنا زي ما بتحبش السنة مش أنتو قلتولنا ده لسه جديد طازع بس حب للسنة مش أنتو قلتولنا إنه سلم مات ولم يدعى الاثنين والخميس إيه الموضوع بس قلت في نفسي معقولة الناس دي كلها مسافرة دول من أهل الحقيقة نعرفهم معقولة كلهم مرضى عينين كلهم يعني مفطرين فأنا المهم دخلت أتوضى فبص على حد مطلع سواك في الوضوء قالوا الميدة طويلة خاصة ولا واحد طلع سواك فافتكرت الحديث اللي انت قلته اللي قبل كده إنه ممكن دول حيستاكوا عند تسويب سوف للصلاة سعب المامي واستوه في استاك فأنا عشان كده قالوا عشان كده انت كنت بتبص كده وكده قالوا ولا واحد طلع سواك هو اي ده هو اي ده هو اي ده بيحصل ده أنا قاعد يعيط الشيخ بكى تأصل فعلا في زود في السنة عجيب أعمل لكم تحين اللي معاستوك يرفع عيد هذه الفضيحة كم واحد تلاتة ربعة خانسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر يا عم ما تزعنش كنت رسيكا وهدي واحد هناك وراء اتناشر من بتاع بيتين واحد قاعدين اقول لا اكتر لا 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 السنة مكانتها اكبر من كده واعظم من كده حرصك على السنة مهم جدا حيفيدك في حاجات كتير على فكرة بس مجرد ان انت تيجي مسلا في الصلاة او في الوضوء تروح مطلع السواك هي مش مجرد اعمالية ان انت تستاكو خلاص بتذكرك بايه بذكرك بايه السواك بالسنة النبي سمع الساك يحرك فيك حاجات جميل كتير ناخد قراره او لا يرأيكم لو في حد هنا عند سواكات هيزبط النهار الله المستعال يا رب يسر لنا الحال يا رب نرجع الى المصنف عليه رحمة الله يقول ولا بأس بدخول الحمام طبعا لا بأس يعني ما فيش مشكلة واحد يقول لا الحمام اللي احنا قدين على على لهجتنا هنا الحمام اللي حمام بتاع البيت لا بوسط شي ده هو الحمام كان في القدم مكان تسخم فيه المياه وفيه زي نظام السونى الموجود دلوقتي تسخين وتدليك للجسم وعلاج لبعض الأمراض الموجودة فكان موجود في الأسواق زي أنه محل بس كبير بس مهيئة بيت فيدخل الناس فيه فيقوم صاحب الحمام تدلكهم دهنهم ورسلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الأمر كما سيأتينا الحديث وفيه قال اتقوا بيتا يقال له الحمام يقول الصحابة ابعدوا عنه قالوا يا رسول الله إنه يذهب الدرن الحاجات اللزء الوسخ الأديم المترتب على العرب والقبار وينفع المريض ده دليل عنه بيستشفوا به صح وينفع المريض قال فمن دخله فليستتر ليه لأن في الجهلية كان فيه اختلاط في الحمامات وكان تكشف العورات الناس كلوا مع رأي على بعض كده ماجي فالنبي صلى الله عليه اشترط أن تستتر تستتر يعني يعني لو قلنا سونا زي دلوقتي عايز تخش عشان تدلق وتغسل برضه وعملية تنظيف موجودة الحاجة دلوقتي بمستوى راقي حديث وفيها علاجات بعض الأمراض ألم الظهر والمفاصل وما شبه ذلك والعضلات وكده لو حتخش ولازم تستتر العورة المغلدة الرجل من السرر للرقبة وتكون محافظة على ذلك وما يكونش في اختلط أصلا وإلا لو في سونة فيها رجال والإنساء لا تدخل فيها ماجي ولو دخل تحافظ على هذه المعاني التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة يعني وقد دخله جماعا من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على داخله صيانة عورته النظر الغير إليها ولمسه إياها من بغل الداخل إليه للحمام لأنه يبدو أنه كان مشهور بتسخين المياه وكان بيعمله زي زي حمام تحسيوة دلوقتي حد فيه كرة حسيوة أكيد بتسمعه حمام رملة وصخنه في حاجات بيقول وإيه يعني صخنة جدا جدا فهو بيقول أنه حتى لو أنت دخلت كمؤمن ليه شأن لو هتخش الحاجات دي بغبط شرعيا لازم تحاول توظفها التوظيف الصحيح تشوف بيقول إيه بها هو حاجة عجيبة شوي بس برضو نتركز عليه وينبغي للداخل إليه أن تذكر بحرارته حر النار حرارة الحمام يعني فإن فكرة المؤمن لا تزال وتجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة يا الله يعني أي حاجة تمر عليك في الدنيا تروح عامل مغارنة بينه وبين الآخر عن طول هتخليك فعلا مستوعد وقابل للتعاذ والاعتبار على طول زي ما يقول هنا هو يقول لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة وكل إناء ينضح بما فيه عشان الآخرة شغلاك ومسيطنة على حسيسك ومشاعرك فكل حاجة تمر بها في الدنيا من نعيم أو من أي أمور بتربطها بالآخرة لتتعذ وتعتبر نعم ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة دار مبنية جديدة من شطبة جديد معمولة بشكل جميل بزاز ونجار وبناء وحائك يعني هو بيقول بعض الصناعية المهرة البزاز ده زي بيعمل الفرش وبيهتم بيها ويطقنها النجار اللي بيصقف البيوت بالخشب ويزبطها الحاك اللي هو الخياط اللي بخياط الملامس وكذا البزاز اللي هو بيهتم بالفرش المفرشات زي السجاد والحاجات دي يتأملوا فيها يقول دولوا ودخلوا دار جديدة من شطبها كل واحد حيدور علي حاجة اللي يشيقلها على صنعته البنة يقول لك البنة ده كويس بس اخسارها عنده مش حرفان وبتاع الخشب يقول لك السقف ده كان عايز كذا او ده تمام وبتاع السجاد يقول لك السجاد ده نقصه كذا او هو كذا مهنته غلب عليه مهنته ايه غلب عليه فبيبدأ يعني ينظر بمه هو لان كل هناك ينضح بما فيه لجواه شغلتهم سيطرة عليه انت شغلتك الاخرة الاخرة همك قدامك ما بتنسهاش تنشغلش عنها في اي حاجة تمر عليها باي حاجة صورة صورة من الصور هي تكون يعني يعني موعظة لك بفضل الله تبارك وتعالى نعم فكذلك المؤمن يقول اذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر لما تشوف مثلا هيا الظلمة بتتشاف لما تنعلم الرؤية عندك فانت في حتة ظلمة خلاص تبدأ ظلمت فاول ما تكون في حتة ظلمة تذكر ظلمة القبر وطيب لما تذكر ظلمة القبر تعملي يا الله من جليسك من سيكون رفيقك كيف ستتعامل مع هذه الظلمة التي لا ظلمة مثلها شو بقى البطن الأرض والطراب والدنيا عليك سبحان الله العظيم لما تشوف ظلمة تذكر ظلمة القبر يقول إن سمع صوتا هائلا ذكر نفخة الصور يعني لو صوت عالي جامد فرقعة كنبلة صدمة جامدة تذكر لحظة النفخة الصور مش انت مؤمن بهذا ولا غير مؤمن سرافيل نفس سلم يقول في الحديث كيف أنعم إزاي ارتاح واطمين وأركب كيف أنعم وصاحب القرن قد اتقم القرن يا الله وأصغى سمعه كسر ودنه ينتظر ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ لو أنا هفتح ازاي ده ربنا ابلغني إن سرافيل التقم القرن هينفخ فيه لقيامة القيامة و يعني أصغى سمعه كسر ودنه كده يعني مستني الأمر قلاص الأمر على وشك بعثت بين دي الساعة كهتين مش كده فيقول يعني وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ فتقوم القيامة والله أنت لما تسمع صوت تعالي كده يا رب سلم يا رب يا رب سلم يا رب موعظه الله يا أخواني علي رحمة الله الإمام الله نعم يقول وإن رأى نعيما ذكر نعيم الجنة حاجة عقيبة لو عدت على غصور ودور وزينة من زينة الدنيا طعام أو شراب وما معكش تجيبه سني نفسك بالجنة كان بعض السلف كما نقل الكثير من أهل العلم كان يعد على السوق يشوفوا جزار مع الله الفخدة اللي احترم فخدة إيه بالباء ولا بقر ولا ضاني فيدخل عليها خش عليها كده عيدة الجزار روح وقف وسامل السكيرة خلاص دخل خلاص دخل عليها حياخد نحمه فيمسك بيها كأنه عايزهم ليقطع لي من هنا يلفها كده ولفها كده ويقول السلام عليكم موعدنا يوم القيامة إن شاء الله في الجنة نتقبل ويمشي بيسلي نفسه أنت لما تشوف نعيم وأنت تعجز عنه سلي نفسك بنعيم الآخرة بالجنة بما عد الله فيه هذه معاني شوفها منه يتكلف الضهار لكن طلع بنا طلع كده جميلة أوه وكذلك وكذلك يذكر وإن رأى عذابا ذكر النار يعني تذكر النار وكيف سينجو من العذاب وما المخرج وما السبيل معاني في الحقيقة راقية جدا 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 قال المصنف ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشائين يعني يعني يكره لمن أراد أن يدخل هذه الحمامات بالضبط التي نقولها أنه يخش يعني قريب من الغروب وبين العشائين يعني لأنها قد تنتشر فيها الشياطين من باب الحيطة والحذر النوع الثاني من إزالة الفضلات جميل جدا هذا النوع يتحدث باستفاضة يقول أجزاء تحذف تنتشر خالص انتبه منها قص الشارب ونتفو الإبط وحلق العانة وقص الأظافر ويكره ند في الشيب أو في الشيب ما تشدوش عشان يعني مكسوف منه مثلا ويستحب خضابه أن يخضب بالحناء خلل أسود على الراجح يقول وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات إن شاء الله تعالى لكن أردت أن نقف معكم على حديث عشرة من الفطرة أو من خصال الفطرة هذا الحديث روات عائشة رضي الله عنها وارضاها لهمية من باب التذكيد ببعض العليه تقول عشر من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية والسواك والسنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجب لعدل على بدل ونطفو الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة هذا الحديث حديث جميل عشر من الفطرة محتاجين نحن نمر عليه سريعا على شرع عشان تعلموا الأولادك واخوانك واصحابك لأنه في ناس كتير جدا تهمن هذه الخصال التي هي من الفطرة أي من الإسلام قص الشاربي هو الشعب الثابت على الشفة العليا اللي احنا بنسمه الشنب طبعا والمراد تهذيبه وفي روايات وردت بصيغة أن سلم أمر بحفه وفي رواية أمر بجذه يعني على خلف بينها العلم يتشان خالص حلقا خالص البعض يكره ذلك لكن قصوا منه تخففوا خالص هذا الأشهر عند السلف وهذا الذي فيه الحديث كما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحة وحفوا الشوائب الحف يعني خلي منه حاجات بسيطة ماشي ثانيا إعفاء اللحية أي إرسالها وتوفيرها فيكون بعدم الأخذ منها ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بشيء منها لا من طولها ولا من عرضها اسمع إلا أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج جاءوا اعتمر أولا التقصير من الشعب أنه للحية كان يمسك بقبضته هكذا وما زاد عن القبضة قصه مع تقصيره أو حلقه لرأسه ولكن نحن نقول لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه لو أخذ من طولها ولا من عرضها ونقول خير الهدي ها هدي محمد صلى الله عليه وصحبه إلا إذا لم نجد فيه سنة رجعنا يعني فعل الصحابة الكرام وإن كان ابن عمر قد فعل ذلك ففعل متأولا في الحج والعمرة وبعدين في واحد من العلماء مرة نتكلم معاه قال لي كلمة جميلة جدا قال لي ابن عمر يعني حاجة بسم الله ما شاء الله ضخم كفه قد كده فمعناها يأخذ ما زال على القبضة يعني ممكن أكتر من كده يعني حاجة حاجة من العين زي بقول ماشي ولذلك نحن مع تقديلا ابن عمر وحب ابن عمر لكن نقول هدي والنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا اعفاء الليح يا شباب ورد فيه 14 حديث بين الصحيح والحسن والحسن لغيره كلها تدل على أمر الليح اعفوا الليح وفروا الليح ارخوا الليح خالفوا المشركين إلى آخر الروايات المتعددة في هذا الباب رجعوها السواك مر بنا ما ذكرناه فيه سنة مؤكدة عن ابنان صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت عند الوضوء عند الصلاة عند القراءة في المصحف استنشق الماء وادخال الماء في الأنف ثم نثره ثم إلقائه بقوة ليخرج بما في الأنف من أذى أو قذارة أو ما شبه ذلك أيضا قص الأذفار حتى لا تحمل الأوساخ والأمراض والأذى فيه ناس كتير بتفرد في الموضوع شوفوا أخوه كتير ضوفرهم طويلة ليه السلف كانوا يعني أقصى هكذا بيعينوا على الجمعة جمعة للجمعة أوصوا الأطفال يدوا ركل نظافوا تقانوا وقايا في نفس الوقت ماشي قالوا أقصى مدة ممكن يسمح فيها كما ورد في بعض الأثار والحديث المشهور حديث أنس عند الإمام مسلم لا تتجاوز أربعين ليلة يعني لو حد سبت وفر أكتبوا أربعين ليلة يأفهم على كلام أنس عند الإمام مسلم غزل المراجب هي مفاصل الأصابع وعقديها اللي بيناها الحتة دي تنظفها خالص دي سنة لو أنت عملك كده مستحضرا بنيتك أنك متبع أجل عظيم جدا ما تسيبوهش نعم نت في الإبط هي إزالة شعر الإبطين اللي يقدر عليه بس إحنا فوفي دلوقتي مش حد يقدر عليه صعب أظن صعب عليه وصعب الله المستعب خلص استعمل أي حاجة يا جوز أي مزير مفيش حتى بالموس ينفع بالمقص ينفع بس لو بس لو تقدر على الندف هذا لعن لو بعضهم يقول فيه يعني تنشيط وفيه يعني يعني تعويد على التحمل والصبر على مثل دي الأمور البسيطة يعني لكن الأمر فيه سعى يعني زي مقول الأمر فيه سعى ما فيش حرج إن شاء الله حلق العانة طبعا معلومة الشعر الذي فوق الفرج هذا يعني يحلق المدة فيها خلاف لو عملت كل ربعي يوم أقصى حد كويس مفيش حرج إن شاء الله انتقاص الماء ممكن كتير الناس ما عرفش إيه انتقاص الماء أحيانا وانت في الخلاء بتستنقى كتير الناس بيقول الوسواس حتى بعد ما يقسم نازلت نقطة لا في نقطة كان عايزة تنزل لا نازلت ما نزلتش ولكن بعد ما تخلص استنقى رش شوية ماء كده على الفرج تقطع بها الوسواس الذي عندك هذا هو انتقاص الماء نعم وشك مصعب ابن أبي شيبة اللي هو الراوي يقول ونسيت العشرة وتقريبا المضمضة تقريبا يعني وشك فيها بس تقريبا المضمضة يعني وهو بينقل الحديث شك ان هي دي العشرة والمشية وعلى الراجح هي لأن السلف أجمعه عنها المضمضة وهي تدوير الماء في الفم وأصل المضمضة يعني عندك في شروط وأداب الوضوء كلم فيها باستفادة ويستحب المبالغة في المضمضة إلا أن تكون صالمة أحسنتم وفي الصحيحين إضافة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر منصون الفطر الختان طبعا في شوق نفصل فيها لكن جميع خصال الفطرة تدل على اهتمام الشريعة بحمايتك شفت خير لما تقول لك نظف ودنك نظف منخيرك نظف بقعك وأسنانك ولسانك وانت بتستنجع دور وفرج تستنجع كويس وطهر ثيابك وطهر مكانك ده إيه ده بحاجة أعلى أعلى نظام وخايا حفظا عليك فده من الحاجات اللي تخلي الواحد يعظم ويجل هذه الشريعة الغراء قال المصنف فصل ويا له من فصل وأما الصلاة فإنها عماد الدين وهردة الطاعة ولا شك ما تحتاج لكلام طويل كثير إن كان في العمر بقية سنشرع فيه في المرة الماضية سنستمتع بحديثه عن الصلاة مع بعض الإضافات وما سيأتيصر لنا لأننا في الحقيقة إخواني نرى أننا قصرنا في الصلاة والصلاة كفيلة وجديرة أن تسمو بنا وأن ترتقب بنا إذا أديت كما أريد لها كما سنعرف هذا كان في عمر بقية جزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر